وشوفوا بقى شوفتوا كماني ما قلت لكم دا كله اللي جاي دا بقى في كوم تاني خالص شوفوا الجمال شوفوا الروح شوفوا فعلا انقار الزات وحب المصلحة العامة وحب المنتخب مصر نهاردة محمد شريف مواجم النادي الاهلي كان حريص انه يتكلم فيديو كول مع محمد صلاح وقال لعبي المنتخب اللي حواليه خلال جلسة على الفطار اتطمن على اللعيبة قالوهم ان كل مصر وراهم واسكين فيكم وانه هيشجع المنتخب بكل روح وقلب عشان نكسب ونسعد كاسي العالم واللعيبة طبعا شكرته وصلاح قاله منتظرينك ان شاء الله لما ترجع مكانك الطبيعي في المنتخب محمد شريف دي قصة وحكاية دي فضل ترند شوية ازاي ما خدتش محمد شريف وليه ما خدتش محمد شريف ومحمد شريف حرام عليك اللي انت بتعمله فيه معنويا دا ومحمد شريف متأثر جدا ومحمد شريف عنده ازمة ومحمد شريف عنده مشكلة ولا الهواء راجل ولا الهواء متفاهم وعارف عارف انه هو الاول مهاجم كبير ومهاجم محترم فهو واسك في امكانياته معندوش مشكلة تاني حاجة عارف ان الجهاز الفني معندوش مثلا مواقف شخصي معاه تالت حاجة ودي الاهم الاولى والتانية والتالتة انه شايف انه مصلحة منتخم مصر اهم من اي لعب فموقف عظيم يستحق تسقيفة محترمة جدا لمحمد شريف اللعب الرائع اللعب المميز انه مفكرش او ممشيش مع شوية الناس الوليلة اوي اللي كانوا بيسخنوه وانت ازاي وحرام وكان لازم وما ينفعش وده احسن من فلان وده احسن من علان فيش الكلام ده خالص انا مبسوط اوي بالروح اللي عنده كل لعيب منتخم مصر اللي موجودين خارج القائمة قبل اللي موجودين في القائمة كلهم بيتكلموا بنفس الروح محدش بيحب نفسه حب منتخم مصر اصله في البداية وفي النهاية اللاعب ده ما هو مشجع لمنتخم مصر يعني قبل ما يلعب كورة اصلا ما هو مشجع لمنتخم مصر لو ما راحش كاس العالم لعب في كاس العالم هيبقى حبيب يفرج على منتخم مصر في كاس العالم زي وزيك الموضوع مش كبير اوي كده طبعا انا لو لعب كورة هحلم هحلم ان انا بقى موجود في كل مباراة منتخم مصر حتى لو ودية مش مباراة تصفيات كاس عالم او كاس عالم هبقى عايز اخش اي مباراة والعب وشارك مع منتخم مصر ده اي لعب بيفكر بالطريقة دي ببساطة شديدة يعني